اكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزائد عضو مجلس الشورى عضو لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الانساني بالاتحاد البرلماني الدولي ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا ومتواصلا بتعزيز الحقوق الانسانية لذول احتياجات الخاصة جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الجلسة المفتوحة للجنة تعزيز احترام القانون الانساني التي عقدت اليوم في اطار اعمال الجمعية العامة التاسعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيب في الاتحاد السويسرية حيث ناقشت لجنة موضوع النزاع المسلح والاحتياجات الخاصة تعزيز العمل البرلماني لمغالجة مسألة الاحتياجات الخاصة اثناء النزاعات المسلحة وتداعياتها تناولنا في جلسة اليوم ثلاثة امور هامة الاول يتعلق في مسألة اقرار مشروع بشأن الذكاء الاصطناعي كان القرض منه تعريف البرلمانيين في كيفية وضع تشريعات تكون شاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي السلمية وكذلك استخدام التكنولوجيا في الامور التي يمارسها البرلمانيين في مهام اداءهم اشرنا الى ان مملكة البحرين يوجد حاليا اقتراح يناقش الموضوع الذكاء الاصطناعي تطرقنا لاهم المواد التي تم ذكرها في الاقتراح بقانون وكان طبعا عدد من الدول اللي بدأت حاليا تنظم مثل هذا التشريع وكان امر جيد انه يتم التبادل وجهات النظر حول ما هي الاحكام التي تكون جامعة لمسألة هذا التنظيم خاصة انه يطال تنظيم جدا صعب متطور باستمرار يحتاج تعديل احكامه باستمرار الموضوع الثاني الذي تم ايضا التطرق له هو مسألة المرتبطة في ذوي الاحتياجات الخاصة وما يعانون منه من جراء النزاعات والحروب والصراعات اكدنا ان نهج مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في هذا الجانب تدعو الى الخيار الاول دوما بمناهضة الصراعات والحروب والدعوة للتعايش والتسامح والسلام هي الاساس لكاول البنود التي نقلل منها من ضحايا الحرب خاصة لهذه الفئة التي تصاب من جراء النزاعات المسلحة اكدنا ان مملكة البحرين سواء على مستوى ضحايا الحرب او اتفاقية حضر الالقام الذي تم التحدث عنها هي تتعاون دوليا مع كافة الدول لاحترام المنظومة الدولية والقانون الدولي لمنع كل ما فيه مساس بالحقوق الانسانية الدولية الامر الثالث ايضا الذي تم التطرق له هي مسألة مواجهة واعانة عدد من الهيئات الدولية مثل الصليب الاحمر مثل المجلس حقوق الانسان مثل الهيئات التي تكون مختصة في التعليم في الصحة في كيفية يكون لنا كدول ان نساند عملها ومنهاجها في العمل كان تأكيدنا ان المملكة البحرين ملتزمة مع الهيئات الدولية في هذا الجانب ترجمة نانسي قنقر